لم يعد أحد من سكان هذه المدينة بمأمن من هجمات الكلاب السائبة والحصيلة الشهرية ارتفعت إلى ما يقارب 150 حالة في عموم المدينة حتى بات المصابون بهجمات هذه الكلاب لا يجدون ما يكفيهم من اللقاحات في المستشفيات نتصنى حالات من عضة الحيوان يعني بأعداد من 4 إلى 5 حالات يوميا نتعرف كمستشفى نحن تصنى هذه الحالات طرح الكميات التي تصنى هي كميات قليلة بالنسبة إلى محافظة شاسعة ومترامية الأطراف مثل محافظة نينوة أعداد الكلاب يقدر بالآلاف وهجماتها باتت أكثر وحشية مما كانت عليه في السابق تختفي هذه الحيوانة في النهار وتنشط أثناء الليلة حتى باتت تفرض سيطرتها على بعض الشوارع والمناطق وتقطع الطرق على المرة تخبط قرار الحكومة المحلية ما بين حملة لمكافحتها وما بين إنشاء محمية لها ولكنها مضت بالقرار الأخير من أجل إنشاء المحمية ولكن إدارة الطب البيطرية قالت أن هذا المشروع لم يبدأ العمل به حتى الآن الآن إحنا كمنا الأمور الفنية الخاصة بالدار ورفعنا الموضوع إلى المحافظة لإدراجها ضمن المشاريع المحافظة هناك بعض التفاصيل التي يتم الآن تعديل عليها حسب القوانين وحسب الآلية الموجودة في المحافظة وتقدر البيطرة عدد الكلاب السائبة بأربعين ألف كلب فيما كانت الإحصائية قبل ثلاثة أعوام تقدر بخمسة عشر ألف كلب ارتفاع أعدادها تسبب بارتفاع عدد الهجمات أيضا وقد يبقى سكان المدينة تحت مطرقة هجماتها حتى يكتمل إنشاء المحمية التي لم تشرع الحكومة المحلية بها حتى الآن من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير